كان واقف بيتكلم بكل ضعف ويطلب مني السمح بس أنا بكل غضب ردت عليه وقلت له انت عايز مني إيه الود ودي كنت محيت اسمك اللي مرتبط باسمي فاكر ولا نسيت رد وهو أباصص في الأرض وقال لي لا فاكر يا ابني بس أنا عايزك تسمعني أنا عايزة أقولك إن اتغيرت ما بقيتش الشخص اللي تعرفه أن الدنيا جات علي قوي وكل أصحاب اللي كانوا حوالي بعوني لما خلصت فلوسي واحتجت له الكل قفل بابه في وشي وبقيت لوحدي أنا المرأة هدني وخايف أمشي من الدنيا وما حدش يعرف عني حاجة أنا بس الكل اللي طالبه منك إنك تطلع علي من وقت للتاني عشان يوم ربنا يسترد أمانته تكون إنت معي وتشيل نعشي وتاخد عزايا قلت له مين قالك إني هعمل أي حاجة من اللي إنت بتقول عليها دي الحاجات دي يعملها ابن الأبو إنما أنا لابنك ولا أنت أبويا وكفايا كده لو سمحت أخدت من وقت كتير وأنا بصراحة مش فضيلك روح اللي مشاكلك بعيد عني تقدر تشوف لك درمه السنين وتقعد فيه ولما يحصل اللي بتقول عليه وتقابل وجه كريم هم اللي هيقوموا بالواجب وزيادة نزل الدمعة من عيني كانت زي النار على قلبي لما حسيت بكسرته والداني ظهره هو بيهز دماغه بحاضر وفتح الباب وخرج وقتها بس كل حصوني نهارت وقعت أعاية زي الأطفال وأنا بفتكر شيرية حياتي كله قدامي طبعاً أنتو بتلموني وتقولوا علي أني ابن عاق يمكن من في الظاهر كده إنما ربنا عالم باللي في النفوس اسمي أنس عمري خمسة وتلاتين سنة أنا فتحت عيني لقيت نفسي قاعد على كرسي بعجل محروم أتحرك أو أجري زي بقى الأطفال كنت كل ما بشوف طفل بيجري وبيلعب وأنا عاجز أسير كرسي متحرك كنت بكره نفسي وبكره عجزي وبكره اللي كان السبب فيه عايزين تعرفوا مين السبب أنا هقول لكم السبب اللي حصل واللي خلاني عاجز مدى الحياة هو الرجل اللي انتو لسه شايفينه ده أيوة اللي المفروض يكون أبويا لكن هو إنسان ما يعرفش معنى كلمة أب إنسان ما عندوش قلبه ومشاعر زي كل البشر أبويا طول عمره إنسان مستهدر عايش لنفسه بس عايش يبسط نفسه ويردي مزاجه مزاجه اللي كان السبب الرئيسي وراء كل مصيبة حصلتلي وحصلت لأمي الست اللي اتحملت معا اللي مفيش بشر يتحمله أبويا كان الإبن الفاسد في العيلة اللي محدش قادر عليه فكرر جدي إنه لازم يتجوز بدل الفضايح اللي عملها كل يوم والتاني أبويا ما كانش عاتق بنت في العيلة ولا برا العيلة اللي أولي قصة وحكاية معايا جدي يزهق منه من اللي بيعملوه وفي يوم قال له اسمع يا حسن أنت لازم تتجوز وقال له هتردك من البيت ده وهتتشرط في الشوارع ومش هتطول مني قرش واحد طول منتة بالشكل ده أبويا خاف من جدي لإنه عارف إن كلمته واحدة وإنه ممكن ينفس تهديده وقف إنه يتجوز وما كانش في غير أمي عشان تكون ضحية جدي اختار بنت أخوه صابر اللي كان بيرعاله الأرض في البلد كان دراعه اليمين وكان بيحب أخوه عمره ما يقصله كلمة عشان كده يوم قال له هناخد بنتك لابني مقدرش يرفض وجوزها له رغم إنها كانت رفضة لإن سمعة أبويا السيئة كانت معروفة للكل أمي كانت بنت بتعرف ربنا قالتلي جدي عايزة واحد تكون أخلاقه كويسة بيعرف دينه كويس ويراع ربنا فيه لكن جدي قال لها انت عايزاني أنزل كلمة أخويا الكبير الأرض ده غير خيره اللي مغرقنا ومش هقدر أقوله لأ انت عايزة الناس تكل وشي ويقوله ماشى كلام بنته على أخوه كبير العيلة سكتت أمي وهي مغلوبة على أمرها وتجوزت أبويا ومن يوم ما دخلت بيته وهي ما شافتش طعم الراحة أبويا ما صدق بقاله بيت لوحده وما فيش حد يقوله انت رايح فين ولا جاي من ين وعاش حياته بطلع وعرضها صهر وصرمحة وشرب وكل محرم ربنا وأمي شايفة كل ده وقلبها بيتعسر من الحزن ما كانش قدامها غير انها تصلي وتدعيله بالهداية والصلاح شايفت وتحملت اللي محدش يستحمله وصبرت واحتسبت الأجر عند الله وبعد كام شهر عرفت انها حامل فرحت وقالت يمكن خير يمكن لما يعرف انها يبقى له ابني ياقل ويبطل اللي بيعمله لكن ابويا زي ما كان مش عايز امي كان مش عايزني انا كمان وقال لها مين قالك احملي انا ناقص عرف مش كفاية علي انه بتحملك ومتحمل عرفك ناقص كمان تربوتيني بعيل انا ناقص هم وغم وعيات وزن انا معرفش اين اللي وقعني فيك كانت تستغفر ربنا وتدخل قودتها ومرت شهور الحمل وابويا بيعمل امي بمنتعه لإهمال والاهانة مسكين الله يرحمها طول عمرها رضية وسكتة ولا عمرها حد سمع صوتها بشكوى منه وده اللي خلى جدي قالي ان ابويا تعادل وبقى كويس وفي يوم امي حست بقلم فضيع في بطنها وعرفت ان هولادة كان ابويا لسه رجع من برا ومش في خالته الطبيعية مغيب كالعادة سمع صوت امي وهي بتسرخ وبتعايت من القلم ولا سأل فيها بالعكس قاعد يزعق لها ويقول لها انت هتفوقيني والطياري الدماغ اللي انا عاملها ولا ايه حلت له ارجوك اتصل بالدكتورة او اتصل بالاسعاف رفض ودخل نامه سبها سبها تتقلم لوحدها فتحت امي الباب وخبطت على الجران عشان حد يلحقها واتصلوا بالاسعاف امي راحت المستشفى وجد يعرف وهو اللي الجي وخلص كل الاجراءات واتصل بابويا وسأله انت ازاي ما تكونش مع عمرتك في يوم زي ده قاله انه كان في شغله وهي اللي ما اتصلتش عليه امي كانت سمع كدبه وما قالتش لأ وسكتت كالعادة الكل كان فرحان بياه واكتر حد كان ساعد بوجودي هي امي وقالت هسميه انس عشان هيبقى انيسي في احدتي ومرت الايام والسنين وانا كنت طفل باحبي على الارض وبالعب وفي يوم ابويا خرج وسبب قدته مفتوح دخلتها وفضلت العب بحكته ولقيت حاجة لونها بني واقع على الارض اخدتها واكلتها وما كنتش عرف انها مخدرات من القرف اللي بيتعطاها تعبت ودرجة حرارتي عيق جدا وحصلت تشنجات ودخلت في غيبه وامي ما كنتش تعرف السبب وعلى ما راحت بيا المستشفى وحاولي اسعفوني كانت السخونة عمل التلايف في خلايا المخ وده اثر عليها واصبحت عاجز طول عمري وبقت اسير كرسي بعجل مش عارف اتحرك ولا لعب ولا جري زي كل الاطفال اللي في سني امي صممت على انفصال بس للأسف محدش نصفها رديت بالامر الواقع وعاشت عشاني انا وبس امي دي كانت ملاك من السماء علمتني اني ارضى واني بقى عندي عزيمة واني الانسان القوي مش شرط يبقى سليم جسديا مدام قلبه عامر بالايمان وعقله حر مش اسيل لنزواته يقدر يتير بعقله الواعي لكل مكان حتى وهو قاعد على كرسي بعجل بس ابويا ما وقفش عند اللي حصل بسببه لأ ده كان عنده اسوة قلبه وغلازة لسان مش على حد في الدنيا لحد ما وصلت للكلية يومها امي كانت فرحانة بيا وعملت ليلة كبيرة وفرقت عيش ولحمة على الناس الغلابة علمتني ان ربنا لي حق الشكر ودي بتبقى صدقة وان افضل انواع الصدقة اطعام الطعم وتخرجت من الجامعة وبقيت محامي قد الدنيا وفي يوم صحيت من انهم ملقيتش في طاري ولا سمعت صوتها بانادي علي زق كل يوم رحت قدتها لقيتها على سجات الصلاة افتكرتها بتصلي الضحى بس لقيتها طولت قربت منها ولسه بلمسها لقيتها وقعت وعرفت انها تعبت من الدنيا اللي جات عليها وظلمتها وجي معاد الفراء وسبتني الواحد مع واحد ما عندوش قدنى احساس غير بنفسه بس كنت عارف انها مش هتقدر تتحمل اكتر من جدا هي فعلا اتحملت فوق طاقة البشر تخيلوا تخيلوا ان رفد يحضر جنازتها ولا حتى ياخد عزها غير انه بقى يجيب اصحابه البيت ويصهر ويلعب ويشرب ولما كنت ارفض عماله دي كان يتردني في الشارع واخر مرة شفته في وضع صعب وضع صعب ابني شوف في ابوه يوم هنزل من نظري قوي ولما واجهت بكل مشاعر الغضب اللي جوايا قال لي اطلع برا مش عايز اشوف وشك تاني انا اصلا كنت عايزك ولا عايز امك قلت له وهي سابتلك الدنيا كلها ومشت اصفت عمرها من ظلمك واهنتك ليها وانا كمان خارج وعايزك تعرف انك ملكش ابن اسمه انس وان لو قابلتك صدفة هنكر انك ابويا وان ليك سلابية واخدت شقة واستقررت في حياتي وبقى عندي مكتب وبيته وزوجة واولاد ونسيته ونسيت معاه ايام العذاب بس لما كنت بزور جدي عرفت منه انه طردوا في الشارع بعد ما ضيع كل حاجة حتى الشقة اللي كان قاعد فيها بحى بسبب الهباب اللي كان بيشربه ودلوقتي جاي يدور عليها بعدما الكل باعوا تخلى عنه وجالوا المرض وعارف ان الصحة والشباب والمهل مفيش فيهم حاجة دايما كله بيروح ومش بيبقى غير السيرة الحلوة والعمل الطيب جاي بعدما الدنيا اللي عاشها بالطول والعرضة غدرت بيه وديته ضهرها وقتها بس افتكر اني ليه ابن وجاي يطلب بيرو طب بالله عليكم ابرو ازاي وهو ملوش عندي غير ذكريات مؤلمة انا كل ما شوف افتكر امي اللي ماتت مأهورة افتكر عجزي اللي كان هو السبب فيه افتكر قلم وواجع ملهمش حدود طب ابرو ازاي وهو اللي بدأ بالحقوق انا خلصت حكايتي وعايزكم تجاوبوني في تعليقاتكم اعمل ايه ربنا قال الاصل في البر اصل اهالي نبينا قبل ما يسألونا عن برنا بيهم وانا محتار مش قادر افصل بين عقلي وقلبي قلبي اللي كرهو وعقلي اللي كرهو وخايف منعكوب ربنا